اهلا بكم في حلقة لا يعاقب عليها القانون ولا تستطيع ايدي النائب العام ان تطالها او حتى تمسها باقل قدر من السوء اهلا بكم في مباشر من العاصمة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية التي يديرها الدكتور محمد محمد مرسي عيسى العياط الرئيس الفاشل الذي فشل في ادارة البلاد سياسيا وتنفيذيا بل انه زاد من فشله فشلا على فشل حتى اتى برجل افشل منه بل قل انه مبدع في الفشل الا وهو الدكتور هشام انديل رئيس الوزراء نجح الرئيس محمد مرسي الحقيقة في شيء واحد الا وهو انه قسم الشعب الى فريقين ما بين مؤيد ومعارض لا ولكن ما بين من ينادون بالديمقراطية الحقة ومن يؤيدون الرئيس وكأنهم يؤيدون الشرعية وكأنهم يؤيدون الدين وكأنهم يدافعون عن كلمة الله اختزلت جماعة الاخوان المسلمين وجودها في هذه الحياة على هذه الارض المحروسة وكأنها الجماعة الوحيدة التي تدافع عن حق الناس وكأنها الجماعة الوحيدة التي تدافع عن كلمة الله بل وذهبت الى تكفير الجميع نسب جماعة الاخوان المسلمين انها من قتلت النقراشي وقتلت القادي الخازندار وفجرت امام مبنى النيابة العامة فذهب ضحية هذا التفجير 23 مصري من المدنيين وريقت دمائهم على الاسفلت في حي الاسبكية لتبتل هذه الارض بدماء طاهرة خسارة في الاخوان المسلمين واللي يتشدد لهم نسيت جماعة الاخوان المسلمين ونسى الشعب المصري جميعا ما فعلته هذه الجماعة المجرمة يوم الارضعاء 5 ديسمبر امام قصر الاتحادية فخرج الرئيس ليعلن عن تحقيقات والقاء القبض عن شخصيات وغيرها فافرج عنهم رجل محترم اسمه المستشار مصطفى خاطر فعوقب من قبل النائب العام وتدخل في هذه التحقيقات التي باشرها المستشار المحترم نسي المصريين ونسيت جماعة الاخوان المسلمين انها مارست العنف بكافة اشكاله فكفرت من كفرت بل هددت من هددت وخرج وزير داخليتها محمد البلتاجي الموصوف بلقب دكتور ليعلن تهديداته على العالم اجمع من خلال وقوفها امام الجامع الازهر ومن خلال اعلانها انه سوف يقلبها الى موقعة جمل ثانية ومن خلال احاديث كثيرة تتحدث حول المئات الالاف من المرابضين الذين يتمركزون في عشرات المواقع حول القاهرة ولكن لا احد يمس وزير داخلية جماعة الاخوان المسلمين بل قل جماعة الاخوان المجرمين هكذا هو توصيفها الصحيح هذا هو ما تقترفه الجماعة بحق الوطن ولم يمس البلتاجي بل لم يمس الشاطر والذي يمارس حقوقه السياسية رغما انه لم تخرج علينا محكمة واحدة ولا قرار قضائي واحد يتيح ويسمح للشاطر بممارسة الحق السياسي فضم اسمه الى يعني قوائم الناخبين والمنتخبين بل فكر فيه الترشح الى الرئاسة حتى اتى الينا الرجل البديل او قل الاحتياطي او حقيقة الامر الفاشل فحكم هذه البلاد وقسم الوطن فصار مرسي رئيسا عليها نسيت جماعة الاخوان المسلمين بل وينسى الوطن ان ابن الدكتور مرسي ليس الحقيقة في حاجة الى ان يعين في شركة من الشركات المملوكة للبلاد الشركات التي نملوكها انا وانت وانتي فعين بالشركة القابضة الحقيقة للمطارات والملاحة الجوية عين احد ابناء السيد الرئيس في شركة مملوكة لدولة هذه الدولة هي ملك للرئيس واسرته وابنائه واهله وعشيرته بل وجماعته المجرمة عين ابن الرئيس بمبلغ قد يكون هذا المبلغ قروش وقد يكون هذا المبلغ الالاف من الجنيهات او الدولارات ولكن الواقع ان الرئيس عين ابنه بعد ان تولى منصبه بحوالي سبعة اشهر لم يفعل محمد حسني مبارك ما فعله محمد محمد مرسي عيسى العياط المعروف بالفاشل هكذا فشل مرسي في كسب ثقة المجتمع وفشل مرسي في كسب ثقة البلاد وفشل مرسي في ان يعطينا درسا حقيقيا في كيف تحكم البلاد بعد ثورة للأسف الشديد عين احد ابناءه في هذه الشركة نتحدى الرجل الذي يدعى مجدي عبدالهادي وهو رئيس هذه الشركة القابدة في ان يخرج علينا ويقول لنا يا ترى يا هل ترى على اي اساس تم تعيين ابن رئيس جمهورية مصر العربية في حين انه لم يتم الاعلان عن اي وظيفة في هذه الشركة في حين ان هناك قرار مجمد بعدم تعيين ابناء العاملين بهذه الشركة في حين ان هناك عشرات الالاف بالمئات الالاف في مصر ينتظرون وظيفة بمئة جنيه يا رئيس الجمهورية فعينت ابنك بثمانية وتلاتين الف جنيه كما يقولون ولكنت عينته بعشر جنيه فهو مش من حقك ليه؟ لانه ما هواش مال جدوده ده مال مصر فهمنا؟ لهي فلوسك يا مرسي ولا فلوس جدك ولا فلوس اهلك كلهم دي فلوس مصر يا مرسي ما بتتوزعش على عيالك ولا على صحابك فلوس مصر اولى بيها ولاد مصر لكن للأسف الشديد بعد سبع شهور الحقيقة من تعيينه رئيس جمهورية منتخب بالسنديق خلوا شبان الجماعة يعودوا يفكروا شبان الجماعة المباركة وشبان كل الجماعات المختلف اللي بتوصف نفسها بانها جماعات اسلامية ولا تبتغي اطلاقا سوى انه يتم تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى فهل عين محمد بن عبد الله احدى بناته في اي حاجة هل عين عمر بن الخطاب او ابو بكر الصديق او عثمان بن عفان هل عين علي بن ابي طالب ما حصلش هل عين عمر بن عبد العزيز ما حصلش هل عين احد من الفقهاء والائمة الاربعة احد من ابنائهم او حتى ابناء عمومتهم ما حصلش هل هو ده اللي انتوا كنتوا مستنيينه وانتوا بتشاركوا في ثورة ما حصلش كلام مش للناس اللي نزلوا من طائرات مدنية ولا تبعيل اجابة الانقاذ ولا الحزب الفلاني ولا العلاني الكلام موجه لشبان جماعة الاخوان المسلمين انتوا رضيين بهذا الاداء غسلوا لكم اخوكم بايه علشان تصدقوا علشان تسكتوا ما اعتقدش انه في هذه الايام من الممكن انه يتم غسل المخ طب معايا نكوش انتوا ليه ليه ابنه هو بس اشمعنا انت انت كشاب من ابناء الجماعة اشتغلت ولا لسه ما اشتغلتش ولو اشتغلت مبسوط يا ريتي اخي تكون مبسوط راضي الرضا نعمة من عند ربنا وابن الريس احسن منك ليه الولد اتخرج لسه يا دوب بقالوا سنة سنتين طب قول تلاتة ومقاتل الالاف اللي بقالهم 11 و12 و13 سنة طب واللي شايلين على اكتافهم ماجستير ودكتوراه وقاعدين على الاهاوي ولا على الارصفة بيعتصموا وبيقولوا يا جماعة احنا عايزين نشتغل لكن الولد اللي متخرج بالبكاليريوس بدرجة جيد من كلية التجارة في جامعة الزأزيق اشتغل ويشتغل بمبلغ حتى لو عشرة جنيه ليه هو ده السؤال المهم هل هتثقوا في ان هذا الرئيس هو رئيس عادل هل تثقوا في انه هذه القيادة الخارجة من جماعتكم هي قيادة عادلة يا اخي كان يؤكله مصر الاول هو الرئيس عارف يعين ابنه ومعرفش يؤكل المصريين ترجمة نانسي قنقر